لكن الحياة مش بس حصنا حامد عايز الدين لا ده المهندس عادلي خاد حموم شجاعة وقبل المباراة قبل ما نتحرك بنص ساعة كلمني قال لنا بلبس وجاي معاكم جبت دي منين بقى جبت منين تذكرت البطولة اللي فاتت آه قلت الله يا جماعة من باب التفاؤل يعني أنا حقد رعت في اللوكان دا كده واستنى النتيجة تجيلي لا الماتش ده أنا حروح أنا عارف ان ده أصعب ماتش يعني أنا فيه تقدير وتقديري وتقديري الأستاذ بريم إن أصعب ماتش في البطولة عن يلتخي الآلي والهلال سواء في الفاينال لو كسبنا احنا الاتنين أو لو خسرنا احنا الاتنين الحال كان واحد يكسب والتاني يخسر نبعد عن بعض عشان ما نقبلش بعض ليه أصعب ماتش لإني أنا تبعت الهلال وتدعماته وشفت الهلال وبيكسب ستة شفت الهلال وتبعته هو بيخسر واحد بالعافية وبيساتر على الشوت التاني أمام تشيلسي قالوا احنا ظروفنا ومظروفنا لكن رجعت وقلت ايه تحلى بالثقة في فريق الآلي إذا كنت معتقد تماما في ثقافة الأهلي وإنه الجوانب المعنوية وساعة الجد بتطلع عجس ما روح الفن الله الحمرة إيه ما دي ولده روح ولبس البالته ولبس البالته وأكتر من كده رجلي اللي كانت ورمى الحمد لله فك اه ما هالوقت بتركب الطيارة رجلك تقول شغل بقى أما تجبر حتعرفه اه فأنا يعني الحقيقة اه روحت ويأستاذ شوف أبرايب عمالت حال عليهم قالوا من نزلونا من أقرب باب وقالوا طايب خدونا في سكة بعدين رجعونا نزلونا من أبعد نقطة على الباب اللي حنخش منه عشان قامشي في وسط الجمهور والجمهور هيتصور الخطة اللي باخدها في مثلا ثانية او اتنين بايت اخدها انا اصداد ابراهيم من الناس اللي عادت تصور لحد ما حد انقذني ودخلني الملعب من جوه بس الحقيقة كان استفتاء على شعبيتك وقيمتك وقيمت البرنامج ومتبعيته الحقيقة